يعني احنا دايما كنا بنتكلم في حلقاتنا عن الاحتياجات دي حاجة احنا يعني مش متربين عليها ان احنا لازم افهم بنتي يعني احتياجات يعني احنا دايما بنسمع من البنات انا عايزة كذا انا عايزة اتجاوز واحد وسين انا عايزة اتجاوز واحد مصقف انا عايزة اتجاوز واحد ويعيشني برا انا عايزة عايزة لكن هي مش فاهمة احتياجاتها هي ايه اللي انا محتاجة في الشخص ده فيمكن دايماً بنعمل توعية دايماً في برنامجة عن حتة الاحتياجات دي وكمان يا إيمان خليني أقول كمان وأنوه عنده الاحتياجات الحقيقة مش الاحتياجات المتصدرة يعني حتى لما تعودي مع شاب أو شابة في أول الفطوبة هي بتدور زي ما أنت قلت كده عن وسيم يكون بيقدر يخرجني بيجيب لي طلباتي بيبسطني وهو بيدور على واحدة ممكن تكون شيك ووجهة كويسة لي بننسى نبص على احتياجات أكبر من كده بنسى بص إن أنا ممكن أفكر الشخص ده يشيل مسؤوليتي ولا لا يعني هو أصلاً شخص مسؤول يعني أنا مثلاً بشوف بناك كتير ما بتفكرش في الراجل اللي معاه هل ده مسؤول هل هو في حياته حتى شكل حياته هو مسؤول يعني بيقدر يشيل مسؤولية يعني حتة المسؤولية دي اللي بنلاقي فيها نسبة طلاق عالية جداً دايماً لقولك أصلاً ما بيشيلش مسؤوليتي مش قادر يشيل مسؤولية البيت فإحنا بنبص على الشكل العام عارفة ليه إيمان لأن احنا زي ما قلت لك في بداية الحلقة كده أن احنا بنختار اختيارات مقنعة يعني أنا مثلاً بيدور على شخص يكون لطيف يبدو في الأول لطيف ما بيقول ليش لأ على حاجة بيحب يبسطني وخلاص بنسى دور وراء ده إيه يعني بنسى دور هو لطيف في العموم ولا هو شخص بيعرف يقنن الأمور الصحة من الغلط طيب هو بيقدر ياخد قرارات هو بيقدر يشيل مسؤولية مش مجرد في فترة الخطوبة احنا منسجمين مع بعض ملبي كل الاحتياجاتي السطحية دلوقتي بنجلي دي الفجوة اللي بتبان بعد الجواز